أنه البعض أمبارح يعني هذا في خبث من السلطة بهذا الموضوع لأنه اليوم إظهار الناس أو المتظاهرين أو الثوار أنه اليوم هن فوضويين بدي يفوتوا يكسروا ويخربوا فنحن بتشوف الناس بهذا الشكل منلغي فكرة التظاهر اليومي بالضغط على الحكومة شو رأيك؟ مش خبث بالسلطة أهر بالسلطة اليوم عندي سلطة ساقطة شعبيا وصاقطة شرعيا وصاقطة دوليا سلطة معزولة بكامل مقاومات العزل سلطة ما فيها إلا على شعبة تستخدم قوات المسلحة لقمع شعبة وإطلاق النار عليهم وأتلهم وجرحهم هذه سلطة ساقطة تسببت بقتل 200 مواطن لبناني وإخفاء أو فقد وفقد بقلك يعني اختفيوا لأنه يمكن إن شاء الله يكون غلطان بتحليلي ديبوا بالعصف إذا بدك وتشريب مئات الألاف وعشرات ألاف الوحدات السكنية بعدني عمركز أنا على ورق احترائد وعلى تكسير صورة وعلى شتيمة هذي اللي شايفوها ذو باب السلطة البرغش الإلكتروني طبعا حزابهم هيدا اللي شايفينه ما شايفوا الجريم الكبيري الإنبل النووي اللي زرعت واللي بأقل دولة بالعالم تستقيل حكومة كاملة تستقيل كلها سواء من وراء اللي صار وهي المسؤولية اليوم المسؤولية بس عند بطري ظاهر أنا بخزني من سنة 2014 ستة ثنين بخزني المسؤولية لكل من تولى السلطة من 2014 لليوم من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لرئيس مجلس النواب لوزير النقل اللي هو مسؤول عنه لضابط الأمن المسؤول عنه للقمارك للقضاء اللي متحرك كل واحد منهم مسؤول بشكل أو بآخر الجيش مش مسؤول؟ الجيش مسؤول بمحل معين محل ما فيه مخبرات طبع مرفع بيروت يعني مش كل الجيش بس الجيش مفروض معلومات أمنية أو عنده قاعدة بحرية يعني أنت حضرة تبستفيد من خبرتك الأمنية حضرتك قائد سابق لأحد أفواج النخبة بالجيش اللبناني يعني فيه قاعدة بحرية أساسية هذه القاعدة يعني إذا واحد بصف سيارة جنب القاعدة العسكرية بيجي مية سيارة أمن اليوم القاعدة ما بتأمن المحيط ما بتعرف على المرفع أقل شو فيه أو شو ما فيه القاعدة ما لا على المرفع نحن نحن نحكي قانونيا مش بدي قانون على المرفى في مخابرات الجيش موجودين على المرفى مضبوط ما بيعرفوا أنه في أمونيوم بيعرفوا في أمونيوم بس في محلات لمخابرات الجيش والله يفوت عليها بالمرفى ليش ليش سأل المسؤولين تحت خلي فسرونا هني ليش يفسرونا ليش السكوت عن 2750 طون بمرفق بيروت وما حدا معه خبرهم أو معا خبرهم سكتين أو ما حدا استرجع حكي وقفوا له بضي ظاهر مش هك تمام أو شي كانوا حطينه بلجة التحقيق بدي بلش من هون كيف عندي سيئة بلجة التحقيق أحد أعضاء توقف مبيره هاي من هون بدي بلش فيه أنا بدي ظاهر بك بضي يطلع لأنه معه أسراراً كلها سوا ما بيستروا يوقفوا معه كل الأخبار بضي ظاهر يعني برأيك بس توقيفه كان فقط لأمتصاص نقمة الناس وراح يرجع يطلع امتصاص نقمة الناس بستقيل حكومية كلها سوا معلش من 2013 بعده أو 2012 في حضيرة من الجيش الفرنسيوي عملولها كمين بأفغنستان وميتوا أغلبيتهم استقال وزير الدفاع ومعه بالجينيبية ما خصوة وزير الدفاع له بيقاته لو بيعرف هذه مثل دول محترمة زي بيك الوعد عم بسوء يعني حادث قطار بسير بيستقيل وزير النقل بمصر استقال وزير النقل مسؤولية معنوية هاي المسؤولية معنوية وين المسؤولية معنوية وين من كل المسؤولين وين المسؤولية معنوية مين استقال من أي وزير وزير النقل ما فاتح تمه رئيس الوزارة ما حكي ولا كلمة عم يتهمه اللي شرقوط النار هاي ولعت 1950 طون معلاش نحن بنعرف بها الأمور المتفجرات بنعرف كيف تنفجر هاي دي هاي دي مبتتفجر إلا بي مفجر هاي دي مبتولة حتى بدت صاعة بدت قوة نارية كبيرة قوة نارية كبيرة صاعة كبيرة يفجرها يشرحوا لنا كيف تفجر قالوا خمسة أيام خمسة أيام لنا تفضلوا يشرحوا أسأل وزير جبران باسيل أنه هلأ المهم مش مين خزانة المهم كيف أشعلت هذه آه مش مين خزانة لأنه السؤال الأهم يعني أنا بحط برميل بارود حت بيتي وجه واحد ولد ولا علي إياه حت بيتي بشوف الولد ولا بشوف مين حط برميل بارود طيولة هون المسؤولية عم يحكيها عم يحكي بشكل متوازي يعني نكون اتنين المين خزانة وبس كمين مين خزانة يعني ما نغيب واحدة من الفراضي الاثنين سوا الاثنين سوا هون إذا بكتحكي في تقنية بدي أحكي في فراضيتين فقط صد اليوم هذي هالكمية 2750 طون بحاجة لقوة كبيرة متفجرة تتفجرة لأنه أنا مش عم بحكي بكيلو باتنين حسب ريويات هنه قالوا 2750 طون ما بعم إذا قالوا أكتر أنا بدي صدق 2750 طون هذي بتدمر بلد بكامله أو فجرة بواسطة مفجر صغير من اليورانيوم أو مواد شديدة الانفجار فجرة بعملية أمنية هذا تحليل مش معلومية طبعا أو فجرة بواسط قصف جوة وفي ناس كتير سمع صوت طيران طيران بدني حدد وين المسؤولية ما حدا أن يعني الحامل الكهرباء بعمل هيك الحامل الكهرباء بفجوة طيب 2750 طون حد منك بتلحم كهرباء حد منهم أنت شخصيا بترجل من حد من المرأة هاي مرأة الطريق إذا قالوا لك هون في 2750 طون إذا ابن الأزاعي إذا بيقولوا على البور في 2750 طون بيهرب من بيته بيصير بالهرمة بيهرب من بيته صح طيب وين المسؤولية هون مين استقال مين انهز عم بيحسبوك على ناس فيتوا عووزات الاقتصاد وحرقوا ورقة ما شافوا لهذه وحرقتوا بلد بكامله ودمرتوا بلد بكامله ميات القطلة أو الشهدة وآلاف الجرحة هون بدي وقفنا خليني أرجع معك على وزارة الخارجية برأيك رئيس الجمهورية ميشيل عون عم نشوف بالجميزة شفنا وزيارة رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شفنا الهتفات ضد رئيس الجمهورية شفنا بالأمس التركيز عليه برأيك رئيس ميشيل عون سقط شعبيا أو شرعيته سقط عهده سقط أكيد سقط العهد وفشل العهد فشل زريع فيه فشل زريع للعهد أصلا إجا بتسوي مع أحزاب رجعوا تخلوا عنه الحزاب عملوا مع التسوية عملوا تسوي مع الأوباة البنانية تخلوا عنها عملوا تسوي مع مستابر تخلوا عنها التسويية الوحيدة المقدروا تخلوا عنها هي تسويية حزب الله حوالي تخلوا عنها بالآخر ما زبط أطمئن فالعهد فشل 100% فشل فيه مسؤولية معنوية ليه معنوية طبعا رئيس جمهورية ما يدخل بتفاصيل هون وهون شو رأيك لمن بيقول رئيس جمهورية أنه أنا ما قلت صلاحية على المرفأ وفيه تراتبية وأنا بعت فيه صلاحية لتوقيف التشكيلات القضائية وفيه صلاحية للطعن بالتعيينات الأقرى مجلس النواب فيه صلاحيات نقل من هون ومن هون وما فيه صلاحية عارف أنا متفجرات خطيرة ما فيني أحكي فيها أنا أنت قاضل عمل للقوات المسلحة أنت رئيس الجمهورية أنت رئيس سلطة التنفيذية أنت الحاكم بين كل الوزرات أنت ما فيه تبعا وراء وزير نقل وراء المسؤولين الأمنيين والجماريك وتقولوا شو هذي هلأ بدي حل لقلون مش عم بحكي بقل باليزوية أستاذ راميز أنا معك خبر لو ما فيه بحر حد منك أخذ نص العصف يعني الانفجار ميني بالمئة من العصف راح بالبحر يا أستاذ راميز لو ما كان هيك كنت بتوعها بيروت ما فيها ولا حظة طيب كان في عندي مئة ألف أتيل أو مئة ألف شهيد كانت تدمرت العاصمة كلها يا عمي وعيين حجم الكرسي ولا مش وعيين عمي أي بلد بالعالم ما بتستقيل عالم كلها من وزاراتها ومن مراكزها الحجم الكرسي سيفين ولا مش سيفينه الناس يا عمي يروحوا شوفوا الناس اللي عم تبكي المرأة عم تبكي على جوزة بعضه تحت طراب وهيدي عم تبكي عباية مش عارفين وين ولا بيقدروا يشوفوا وين بعدين اختفق بفعل العصف ضابط من دورتي جي هاد عمر عم بيصين سمك اللي جدت شقب بالبحر ما بعرف أنا الناس كيف بعدها سكتين ما بعرف كيف سكتين ما بيفوتوا ع بيوتهم كلها وبيخدوها كيف سكتين الناس ما بعرف ما بعرف لش بعدين سكتين طب نزلت مبارح الناس يعني نزلت بشكل مليت ساحة الشهداء صار في شي برأيك يعني اليوم مبارح الحكومة حطت القوى الأمنية بوجه المتظاهرين لأنه شفنا من أول يعني من أبعد ساعة نتاني ونص ثلاثة بلشت القنابل المسيلة للدموع يعني على عكس اللي كانت المظاهرات بوقت سابق كانت تصير بنهاية هذه المظاهرات برأيك مبارح كان فيه قرار من الأول لإظهار الناس وكأنه يعني مجرد شوية شغب وبتنتهي وبيقتلوا فكرة التظاهر اليوم أستاذ راميس بحكي معك أنا وأنت ما بتتنع مني بعلّي صوتي بقول برقي بيخاف مني بشير بعلّي أكتر بقول هلا بيخاف ما بيخاف شوي بسحب سليح عليك وبهدد دكفية تتخاف اليوم هذا ضليل ضعف استعمال القوات المسلحة لقمع الناس ضعف وضليل ارتهان من الحكومة اللبنانية الحكومة تحاول تحط القوات المسلحة بوجه الناس القوات المسلحة أنا بابلوم اللي أنا عم بتنفذ أوامر رؤسيها وأنا كنت منون وهيك بتنفذ بس أنا بدون شغلة اليوم أنا في عندي مجموعة ما أسمن ما أقلع عليها بالقوات المسلحة يلي هي شرطة مجلس النواب يلي هي ما أقلع عليها أبدا بالقوات المسلحة بيرح أطلق أخذ النار والفيديوهات موجودة بالشكل المباشر على الناس بالزخيرة الحية مين حيثم؟ الدركة الاستشهد بيرح كيف يأت خلي قلونا كيف يستشهد رفقاتوا أتلوا شرطة الميليشيا اللي عندون شرطة المجلس يعني؟ الميليشيا ما في شرطة مدلس ما في شرطة مدلس القوة الأمنية قالت غير هاي يقولوا لبا الدنيا ما قال العين يقولوا أن رفقاتوا أتلوا لورا مين أتلوا المدنيين؟ عمولون أنوا دفعوا بعض المشاغبين دفعوا على فتحة المصعد بفندق لغري فتحة الأسانسور خليهم يجيبونا فيديوهات ويعطونا نتيجة تحية تحية الشفاف فنشوف مين أتلوا برأيك عم يستخدموا يعني السلطة عم تستخدم أو الحكومة اليوم استشهاد العنصر يعني المعزي أهله كمان توفيق الدوية باستشهاده لأنه أيضا هو بريء وعم يقوم بعمله بدون شرق بريء وشهيد وعراسنا هذا الموضوع حطوا القوى الأمنية بوجه الناس هذا محسوم برأيك إني عم يستخدموا هذا الموضوع أكيد عم يستخدموا بيلعبوا على الغرائز أنا بدي ألنشغلي هون اليوم أنا عندي بيروت مدمرة مرفق مدمر أنا ما بق فيني استورد شيء وما بق فيني أعمل شيء أنا بدي عشرة سنين ما بقوم بقابل مرفق بيروت وبعدني بركز أنا على أمور تيفها استشهد الدركة هو أمر عظيم جدا وأنا إحنا هذا شهيد وما في أقول عنه إلا شهيد والله يرحمه ومنعزي أهله بس بدي أشوف أنا كيف استشهد الدركة ومين أوث من وراء منه وكيف كانوا حد منه كلين سوا الميليشيا اللي موجودة حد مجلس نواب ما بدي سميه اليوم بس إعلان حالة الطوارئ ما بتصير حتى شرطة المجلس خاض على سلطة الجيش ببيروت قانون الدفاع قانون الدفاع بيقول كل من يحمل السلاح بحكم الوظيفة بيصير بأمر قائد الجيش كل من يحمل السلاح يعني اللي صار مبارا ما في جيه يطلعها هالمره الجيش يقول أنا ما عندي سلطة على مجلس شركة لا لا ما عنده سلطة ولا ندفي لا ما عنده سلطة إذا بدك أمر واقع بس عنده سلطة قانونا عنده سلطة عليك بتقول كل حدا بيحمل السلاح بقانون بيقبل مجلس نواب معه بيقبل رئيس مجلس نواب مع قائد الجيش يكونوا بأمرته الميليشيا تبعيته إيشو إذا ما بيقبل يعني البلد كل واحد فتح حسابه طبعا كل واحد فتح حسابه هلأ وصلت لك كل واحد فتح حسابه يا سيد رمز أكيد كل واحد فتح حسابه لأنني عندي دستور بنقيه مثل مبادة أنا بوقف تشكيلات قضائية اليوم أنا بدي أرجع ركز على تشكيلات قضائية أنا اليوم عندي زلمي إدمي ونازيه وكل أنا بتقول عنه اسمه القاضي سوية العبود رئيس بزل القضاء الأعلى عملت تشكيلات قضائية وبيقولها الزلمي أنه أنا بعرف في قضاء فاسدين بس في قضاء مناح نقات أحسن مناح وحطاته من مراكز تأذر القضاء اللي عبوا موقفوا ليها أنا يمشو لي يا هسني ويخدوا مني الشغل بس كمان هلأ أخذوا عليها ما ديفوت إغراء بتشكيلات القضائية بس عمل حصرية أنه في عمل مراكز لطوائف معينة يعني صرنا كنا بالوزرات ممنوع المدورة صار مراكز قضائية يعني كمان حصرا لطوائف معينة هذا الشي كمان سيء ما بفكره أنا بقالك ما بفكره طوائفيا بس أنت بس تجي تعمل مركز مثلا مدة عام جبل لبنان خلاص تعاملوا يعني للمسيحية وتعمل مدة عام جنوب للمسيحة أنت عبت تعمل حصرية مواقع هذا شي سيء كمان أخر هم طايفتوا للقاضي وطايفتوا للرجل أمان نحن ببقى هذة مبقى أنا أخر هم معلبي أخر هم معلبي هم موضوع ولش يلتزل عملوا هيك إذا سميهن أنهن الأكفاء بيكون نقيل شيعي أو مسيحي أنا أي حسب كافية وأنا بأكد لك الكافية تمام نقوا حسب كافية بس أقول لك أنا كمان مهمة قصة ما نعمل حصرية يعني مواقع قضائية أنا ضد الحصرية بكل الوزارات وبكل المراكز يا سيد راميس نحن بلنا نعمل دولة عيمانية رجعني على وزارة الخارجية وزارة الخارجية يعني شفتنا يكون يعني كانوا عم يسقطوا سورة الرئيس الجمهورية ميشيل عون وفتو بس أخذ عليكم أنه بس وعليك شخصيا أنه بس إجا الجيش اللبناني وكانكم انسحابت انسحاب تاكتيكي نعم أول شي هيدا الزباب الإلكتروني البرغش الإلكتروني والفاب والدبان الإلكتروني تبع الأحزاب بيحكي وبيكتر حكي أنا حطيت فاب مبارح ونمت مرتاح أوكي ما برض عليهم إس لش ما بقيتو أنا بقول لك شو لش ما بقينا نحنا كنا لنا تعدل 200 شخص أوكي شو قدرين يظهروكم بالقوة إذا 200 شخص طبعا فيه كان 800 عسكرية من المغاورة والمكافحة مرة كان في قوة كبيرة وطلعنا بالقوة نحنا نحنا ما طلعنا نحنا طلعنا بالقوة اختخدم القوة معنا وطلعنا مه أنت ما كان بدك تصطدم مع رفاق السلاح يعني أنا ما بقى لعنافسي يصطدم مع رفاق السلاح كشخص أوكي أوكي أنا ما فيني أقول للثورة ما تصطدم معهم لأنه كل واحد عنده نظرت بالموضوع أنا ما بدي نقشهم بالموضوع أنت طلعتوا أو أخرجتوا بالقوة أبدا نحنا أخرجنا بالقوة أخرجنا بالقوة من وزارة الخارجية نحنا في عنا كهنا نضرب وقع على الأرض كان ليفت تبنيكم يعني الشعار اللي نصب على وزارة الخارجية أنه بيروت مدينة منزوعة السلاح نعم البعض شاف أنه أنت المجموعة اللي بلشتوا يعني تتناغموا مع اللي عم بيهمس فيه بالخارج أو إذا فيه مشروع قصة منزوعة السلاح والاستفادة من مجرى بعض قرأ يعني شاف بهذه المجموعة خاصة من الشعار اللي نرفع شو رأيك أنا مع لبنان كله منزوعة السلاح إلا من سلاح الجيش اللبناني لبنان كله من أقصى لأقصى ما يكون فيه مندوئي إلا مندوئي الجيش اللبناني كل لبنان مش بس بيروت بس هلأ أولوية أصدتنا نحكي بأصدتنا بالسلاح كل أولويات نعم فيه أولويات بس هلأ أولوية الأولوية هلأ اليوم فيه شكوك بالدور حول انفجار كارثة بيروت نعم فيه شكوك كبيرة بدني وضخوننا إياها بس أنا ما بصدق أنه هاي الدولة راح توضحها بشان هاك أنا بطالب أو لجنة لبنانية بكون فيها بسميها رئيس بس القطاع الأعلى ونائب المحامين ببيروت حصرا هؤلاء اللي عنا سئة فيهم ما بعض الاختصاصيين العسكريين اللي بفهموا بها الأمور وبعض الاختصاصيين البيئيين اللي بفهموا بها الأمور أو إذا لا تتعذر ما عنا سئة بأي لجنة نعمل لجنة تحقيق دولية سيعتها شو جبت لنا بس المحكمة الدولية هيا إنا أنا ببدي لجنة تحقيق دولية أنا ملت محكمة لجنة تحقيق تحددنا المسؤولية شفنا داتلف ملسو غير وشو هجا يعمل إجا يشرب عنا كاسو يعني شفنا داتلف ملسو شفنا قبله يعني ما يعني التحقيق الدولي عادة ما بيكون هايك جمعية يعني جمعية فاضلة بس أنا قلت أو لجنة لبنانية وطنية أوكي معروفة من وين قد تستعيب خبراء دوليين خبراء دوليين أوكي وبخبراء عسكريين أكيد لأنه هني اللي بيعرفوا بالمتفجرات أكثر بس القرار لبناني يعني يكون القرار لبناني بس بها الشكل بس مش بها السلطة لا نسوك بها السلطة دلني عمواطن واحد يبيوسق بلجنة تحقيق اللي نعمل مواطن واحد ما حدا يبيوسق فيها طب كيف بدي وسق بالنتيجة ما أنت حاطت واحد بتهم حاطه بالليجنة تانية وقفته يعني بك أعضاء الليجنة تانية يتوقفوا كيف الحكي كيف بدكتوا سافيون نحن قلنا نحن سياديون ما بدنا حدا من بره يدخل بأمورنا بس نحن كمان بدنا نعرف الحقيقة أنا اليوم ما عندي حادث فردي راح في ثلاثة أو أربعة أنا عندي مدينة دمرت بدي أعرف مين سبب الدمار ما بعرف مين هو سبب الدمار وما بدي أتهم أنا قلت فيه وقاعة وفي تحليلات وفي معطيات اليوم عندي جريمة كبيرة بحق بيروت وأهلا بدي أعرف مين ما قلنا ثقة بهذه الدولة بهذه السلطة فاقدت الشرعية وفاقدت الشرعية الدولية ما قلنا ثقة فيها قلنا ثقة ببعض القضاء وبعض المحامين وبعض الخبراء ألكن حسان ديب ما في خيمة في أراس حدا بيه خلي حت خيمة في أراس هو بالأول بس ينتبه ما تشت الدنيا وروح أصباق الشعر على كل حال رح كفي رح كفي أنا وياك بهذا النقاش أفوت بعد شوي معك على مسألة البعض يعتبر أنه كأنه السلطة تنفست ورئيس جمهورية كمان يعتبر أنه اليوم هذه فرصة يعني كسر الحصار عن أي حصار؟ هلذا حصار نكسر هلأ؟ ماني شايفت الحكومة شايفت أنه تصلوا فيه وعزوا بالضحايا ولو إذا عدوك ما تلو حدا بتروح أنت بتقوله إن شاء الله بتتلم أني ودوا مساعدات ما شايفوا الرئيس ماكرون يلي قال للناس بدي أعطيك أنتم مباشرة المساعدات مش لسلطتك لأني مبوسق فيها هذي اسمه كسر حصار شو قال للرئيس ماكرون؟ شو قال لن؟ شو قال للنواب كنون؟ لك ما حدا فتح تمه هو حكي قال لن هيك 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 لرؤسة ثلاثة أولا للنواب؟ رؤساء الكتل حكي بس مع مجموعات من المجتمع المدني سمح لي أن يحكوا ثلاثة دقيقة كل واحد الوحيدين اللي يحكيون المجتمع المدني ولا حدا من النواب حكي كلمي ولا حدا من الرأسة حكي كلمي أنا جاي أسمعكم أنا جاي أسمعكم شو بدي أقول